ساعة معدودات قبل انطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للتشريعيات الرابع ماي المقبل والتي سيتنافس فيها ممثل الأحزاب السياسية على كسب أصوات الهيئة الناخبة بسلطان الإقناع إرسال تعليمات لكل الولايات ومتصدر القوائم يفتحون دومات في الولايات في الدوائر الكبرى وحتى في البلديات لكي يكونوا قراب نوع المال للمواطنين والمنتخبين على ما يبدو فإن كل الأحزاب تحضرت للمنافسة وشدت أحزمتها لدخول غمار التشريعيات فبعد أن أعلنت الأخيرة على شعاراتها التي سترفعها في هذا التحدي ها هي تضع آخر الرتوشات على بكاتب المدومات التي خصصتها لاستقبال المواطنين الترتيبات النهائية أو الترتيبات وضعت طبعا منذ شهرين تقريبا الآن انتهينا من هذه الترتيبات طبعا إعلاميا سيتم غدا إن شاء الله إلصاق أول لافتة انتخابية على مستوى كل ولايات الوطن طبعا المدومات مفتوحة في كل ولاية الوطن بالإضافة إلى المقاطعات الأربعة بالخارج زعماء الأحزاب والمرشحون بين قوة المنافسة وهاجس التزوير وصعوبة إقناع المواطن الذي يكاد ييأس من صدق وعودهم وحقيقة صمودهم فهل ستصنع برامجهم الفارق؟ ترجمة نانسي قنقر